ومعروف منزلة الولد من قلب الوالد قال وانا اكره ان اسقي احدا قبلهما واكره ان اوقظهما يعني ما دائر صحي والدين وكمان ما دائر يسقي قبل والدين واحد من اولاد او زوجته او غيره ولو انه صح والدين وسقاهم من اللبن لما كان ذلك من العقوق ولكن من شدة بره بوالديه كره ان يوقظ والديه قال حتى طلع الفجر يعني زول مشى رعى الغنم والجراجع لابد يكون مرهق بعد ما حلب وقف للصباح قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجشك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة شيئا قليلا غير انهم لا يستطيعون الخرج وهذا يدل على عظم حق الوالدين وانه من الاعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى ودي اخواننا الحكاية ما كان يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحاجي او التسلية وانما ليستفيد منها المؤمن والمسلم فدعم العظيم جدا بر الوالدين وان يبر الانسان والديه وقد حث الله على ذلك في القرآن وبين عاقبة العقوق السيئة وانها ستكون عاقبتها في الدنيا قبل الاخرة ولذلك لا تجد انسانا عاقا لوالديه عاقا لوالديه ناجحا ولو في دنيا ابتلقوا ناجح دائما لان عاقبة العقوق في الدنيا قبل الاخرة ولذلك يا اخواننا الانسان لا بد يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ولا بد ان يلين الجانب لوالديه والوالد من ابواب الجنة التي يدخل بها الانسان جنة الله سبحانه وتعالى الثاني قال اللهم انه كان لي ابنة عم كنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء قال واني طلبتها يوما على نفسها فتمنعت قال حتى اذا كانت سنة شديدة جاءتني تطلب المال لما جاءت حاجة شديدة قالت لي وياخد ديني قرش فقال لا حتى تمكنين من نفسك قال فلما اضطرت وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه قال فقمت عنها وتركت لها المال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وشك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت شيئا قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج شوف اذا توسل الى الله سبحانه وتعالى بعفته وذي اخواننا مطلوبة نحن نعلم ان الشباب ما حوله يؤزه الى الفاحشة ازا ويدعوه اليها دعا يعني اي حاجة في المجتمع الا من رحم الله تدعوك تلقى واحد زميلك ذاته يصور لك صور شينة يرسل لك يرسل لك رابط بتاع فيلم فاضح يرسلوا لك تلقى عندك في الجامعة اللبس الخليع الشارع كويس حتى وصل بالناس في الدعايات شانزول دار يروج ليه بطاطس بشيبس يقوم يجيب ليه خمستاشر الليستيك بتاع العربية اطارات هانكوك او غير من الاطارات يجيب لك بيت عريانة واقفة في الاطار انا سوى باش لكن يا اخواننا هذا كله من عواقب ما يسمى بالمدنية والعولمة في الوقت دا الشاب يحتاج الى العفة وان يبعد من اسباب الزنا شانكده ربنا لما حرم الزنا ما قال ولا تزنوا قال ولا تقرب الزنا لان الزنا عنده اسباب من اسباب النظر من اسباب المصافحة من اسباب سمع الغناء كل هذا يثير الرجل الراجل المسائل دي بتثيره شانكده الاسلام قطع قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا صائب ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر وليدان تزنيان وزناهما البطش او قال اللمس قالوا والأذنان تزنيان وزناهما السماع وفي رواية والرجلان يزنيان وزناهما المشي اي الى الحرام قالوا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق كل ذلك الفرج او يكذبه فالدواعي موجودة اخوانا والفتن موجودة لكن الانسان اذا لجأ الى الله واعتصم بالله حماه الله كما حما يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز لما كان شابا قويا جلدا جميلا خادما يدخل بيت عزيز مصر من غير شبهة وامرأة العزيز هي التي دعته الى الفاحشة ولم يكن متزوجا لم تكن له زوجة تكسر شهوته مع ذلك كله قال معاذ الله استعان بالله زول يقول لك الشيطاني كبير وهو في نص الحفلة انت الكبير ما الشيطان امرك برة واحد تلقاه مصاحب لوحده وتلقاه قاعد في الداخلية مثلا في ركم بعيد ويتكلم بالتلفون ساعة 12 بالليل بيقول لك شيطاني كبير الشيطان قال لك اعمل خدمة ريبة الشيطان قال لك شيل التلفون وانضم ها وكلام ذاته غريب الراجل اللي مرته ما يقول ولا احنا اخواننا بنتكلم في كوكب تاني ده اللي حاصل انت لو دائر تمرق نفسك لو دائر تمرق نفسك لابد تقطع على اسباب دي كله الليلة مثلا عندنا الواحد في الجامعة لما انتجي وقت الامتحانات ممكن نكفي للتلفون وزول بتعنيقة يقول لك الزول ضبر رايح ما ينفع معانا أيام الامتحانات حتى لو قاعد ما هو في الداخلية بيقطع على اسباب اللي بتشغل عن الدراسة والتفوق فكيف بالآخرة لشان كده يوسف عليه السلام قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي والوفاية اخواننا اذا احسن الانسان الى انسان فانه يوفي ولا يغدر بهذا الذي احسن اليه فكيف اذا احسن اليك ربك تبارك وتعالى ربنا احسن لك وخلاك تقرأ تخش الجامعة في احسن الكليات وتدرس وتحفظ وتنتقل من سنة الى سنة ومن مرحلة الى مرحلة ومن علم الى علم ومن معرفة الى معرفة كل هذا من النعم التي انعم الله عز وجل بها عليك ولو شاء الله لأخذ عقلك او جعل فيه شيء من الاشياء التي تقدح في العقل فكنت كالمجانين الذين تتعوذ منهم يكون لا نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى فلابد يا اخوانا الشاب يبعد من الحرام لابد تبعد وتحفظ نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا انت حفظت الله حفظت ربنا سبحانه وتعالى باجتناب نواهيه وبفعل اوامره يحفظك الله سبحانه وتعالى وربنا في الشدائد بمرقك زي الشدة دي كده يتخيل لو واحد مننا كلنا لا انا البتبجح بتكلم ده لو واحد فينا قاعد مع التلاتة دي يا ربي يا تعمل كان بمرقنا من الغارة كده اي واحد فينا يزال نفسه يا تعمل الصلال بنمرق منا زي السمك الجدعو برا ولا ياتوا عمل اللي بتدعو الله تقول لي يا الله بالعمل الصالح الفلاني امرقني كده لو انت مع التلاتة دي العلماء قالوا فيه فائدة زيادة انه الانسان ما يصحب الا للناس الصالحين كده يتخيل واحد من التلاتة دي كان بتعبنقو مش كان ليلة قاعدين جوا صح ولا ما صح اش اكيد اقول لك ما تباري ها الا زول الصالح ولا وليس شرطا ان يكون معصوما طيب الثالث قال اللهم اني استأجرت وجراء قاولتوا معني قال فاعطيت كل واحد اجرته الا واحدا ذهب وتركها خلى حقه ومشى فلما ذهب نميت له ما له حتى صار وادي لقال له وادي من النعم او من الغنم فجاء بعد مدة وقال يا فلان اعطني حقي قال اترى هذا الوادي قال نعم او قال بلى قال هو لك ده ما لك قال تستهزئ بي انت بتستهزى بي ولا جنو قال لا بل هو لك قال فاخذها ولم يترك شيئا شو الزول ده ذاته صعب كيف الدنيا دي اخوانا ما صعبة في ذول بيخليك في الدنيا ما بخليك كويس قال ما خلى لي ولا غنمايا ولا خلى لي وقال لي العشرة ديل ديل بس ان شاء الله احلبوا للروعية الاشتغلوا مع الغنم ديل شاء لنكون لما خلى لي ولا واحدة قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون هذا الحديث العظيم فيه فوائد منها ما ذكرنا ايضا من الفوائد قال العلماء هذا نوع من انواع التوسل الى الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة عقدية في العقيدة وهو ان يتقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه بامر من امور ثلاثة اولها العمل الصالح يعني الامتحانات جاد دير ربنا يوفغك ويعينك عملت صمت تصدقت قمت من الليل ذكرت الله تقول يا الله بعبادته عبادة خالصة لله يا الله وفغني في الامتحان هذا مشروع وهذا من الامور المطلوبة قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن المؤمنين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول اها النتيجة جنو فاكتبنا مع الشاهدين هذا هو الطلب وغير من ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فتوفنا مع الابرار ده السؤال والإيمان وانهم امنوا هذا هو التوسل الذي هو التوسط الى الله سبحانه وتعالى النوع الثاني وهو سؤال الله باسماء الحسنى وصفات العلا كان تسأل الله باسمه العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يعتقده كثير من الناس اليوم الليلة يقول لك يا ظل فلان دا عنده الاسم السر يقول لك عنده السر ما في سر ما في حاجة كتم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمع في حديث عبد الله بن بريدة حديث اخرج الإمام أحمد وابو داود في السنن سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعى الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأن تدعو الله بغير ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أكثروا بها في الدعاء وكقول المسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سعد بن أبي وقاص صمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمنك دعاء إذا دعوت الله به استجاب لك فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ذهب ليدخل إلى حجر أزواجه قال فتبعته فضربت الأرض فقال أبا إسحاب قلت نعم قال قلت كذا وكذا قال دعوة ذنون وهو في بطن الحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له تفدي الأسماء الحسنة أو تقول يا غفور أغفر لي يا رحيم أرحمني يا فتاح أفتع علي وغير من الأسماء والصفات الوالدة في الكتاب والسنة الثالث وهو أن يدعو أو أن يسأل الإنسان أخاه أن يدعو له الله قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة يوكل الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل يعني لو قلت يا الله زميل دا نجح في الامتحان ربنا بوكل بها ملك يوكل بها ملك الملك يقول آمين ولك بمثل والملك دعوة مستجابة ودي أخوانا ثلاثة أنواع قال العلماء ولا يجوز غيرها في ناس بيخلو دي كله يقوم ينادي له مخلوق ويسأل مخلوق كأن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سلم مكانت عظيمة محفوظة عند الله لكن ما يجوز دعاؤه من دون الله ما بيجوز وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر ما بيجوز دعاء الصالحين ما بيجوز دعاء الصحابة ما بيجوز دعاء الأنبياء كل ما بيجوز تدعو الله براو تدعو الله براو ليه؟ لأنه الله الكون دا كله عنده في ناس دعوا عيسى بن مريم ربنا قال لهم المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام العلم قالوا البياكل الطعام محتاج داني مرة واحد أشان كده ربنا قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعمه ولا يطعم والبياكل الطعام بيحتاج لإخراجه فلا يستحق العبادة زول تلقوا بيدعو في صاحب ضرح صاحب الضرح دا لما نياكل الجواب بطنه دا بيمرق ولا ما بيمرق بيمرق إذن ما يستحق العبادة تدعو الله ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بعدين بتدعو الله لأن الله عنده الحاجات كلها خزائن كل عنده ربنا قال وإن من شيء أي ما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم دائر ولد دائر نجاح دائر زواج دائر مال دائر تسافر بر دائر ربنا يفتح لك من خير الدنيا والآخرة تسأل الله شوف ربنا الأنبياء دائر يسألوا الله سؤال كثير زكريا عليه السلام دعا الله قال ربنا قال كافة يا عين صاد ذكر رحمتي ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه شنو نداء خفية شوف شك حاله كيف أنبياء يقول لك دائر واصلين النبي دواصل ألا ما واصل واصل قال إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني يا ربي أنا بيقي الضعيف ومن ضعفي إن عظمي رق واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي يشوف حسن الظن كيف قال له يا الله أنا ما حصل دعيتك وخيبتني نهاية ما حصل قال وإني خفت الموالي من وراي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا والأسباب الدنيوية وحسابات الدنيا تقول أن زكريا عليه السلام لن ينجب له قال له كيف وكانت امرأتي عاقرة قالت أألد وأنا عجوز عقيم وزكريا قال بلغت من الكبر عتية فدي أسباب الدنيوية بتقول إنه ما ممكن يليد لكن ليس كثيرا على الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبله سمي ربنا الده ولد أسماه له ولم يعلم أن أحدا اسمه يحيا قبل يحيا بن زكريا الله كريم الله بيديكم ما دير بياط ولا عنده وكيل الله النازي كله لو دار تمشي له وبتلقى فيه وكيل ولا ما بتلقى لو دار تمشي تزال زول بتلقى عنده قدام في البنية ولا الضريح ولا غيره بتلقى فيه كلاقعدين وده إذا ما دفعت له ما بتمش قدام وإذا ما جبت أب أربعة أو أب ثلاثة أو أب أحداشر ما بتمش لي قدام لكن الله بابه مفتوح تسأل الله وترجو الله وإلا الله يديك وينعم عليه ويحبك على هذا السؤال وهذا الدعاء فما بجوز يا أخواننا الإنسان أن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى وأن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى وأيضاً على الإنسان المسلم أن يكون مستقيماً على صراط الله وعلى شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء أربعة أمور في إيمان الإنسان بالرسول صلى الله عليه وسلم نختم بها إن شاء الله الأمر الأول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤمن به وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المال ومن النفس ومن الولد وإذا تعارض أمر الله وأمر رسول الله مع هواك تقدم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك ربنا بيمتحنك ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني العلم قالوا ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية فإن نجحت في الامتحان دل ذلك على عظم إيمانك الصحابة رضي الله عنهم يخشف المتابعة دي كيف ابن مسعود كان بر الجامعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس يقول شنو اجلس قال فجلس ابن مسعود بر الجامعة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود عن ذلك قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلس فجلست أسل لي لازلت اديه حديث ولك ما قالوا اختلفوا فيها وذاته ما مذكين قالوا إنه الموضوع ده اختلفوا فيها وكده يخلي التفقوا بعد ذلك يعني شو غزاته بتاع هرجل ساكن يا زول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تاني قالوا شنو شاكده ابن عباس في مسألة من المسائل أدام حديث قالوا ولكن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبا بكر وقال عمر مسألة خطيرة جدا وذي أخواننا انت الناس بتدعي كثير محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه المواقف والمحطات هي المحق الحقيقي والأساسي لهذا الحب وهذه المتابعة أيضا طاعته فيما أمر وامتثال أمره واجتناب ما عنه نهى وتصديقه فيما أخبر في ناس كمان وذي أخواننا مشاكل موجودة الآن في الجامعات وغزتنا الأفكار واحد تقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال في عذاب قبر يقول لك لا هذه المسألة لا تدخل في العقل وما حصل يعني إنسان فتح قبر وليقي نجوه زول قاعدين يعزبوا فوقه أو ينعم فوقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا ألا تدافنوا لدعوتوا الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لو كان فتحنا وليقينا زول بيعزب كان ما بيصلي ليقيناه بيعزب تانفي زول بيخلي الصلاة لكن دماء امتحان ربنا قال ربنا قال تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه ليبلوكم الدنيا دار بلاء إذا كشفوا ليه النتيجة ما في داعي تبقى الدنيا دار بلاء ولذلك دي أخوانا كلام غريب زول يدو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ماشين في المدينة فسمع وجبة وجبة معناه صوت شديد فقال يهود تعذب في قبورها والحديث المشهور عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريد من نخل وشقه اثنين وغرز في كل قبر واحدة من هاتين الجريدتين وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسع فده يدل على إنه في شنو في عذاب قبر لكن في ملاحظة إنه بعض الناس في المغابر تلقوا ما عاملين عود كامل ده أخوان العلماء قالوا ما صح ليه لأنه أول حاجة كونك تعرف إنه الزول ده جوه يعذب ده من علم الغيب وده فيه سوزن بالمسلمين الزول الميد دل قال لك يعذب منه يقول لك والله ما قالوا في الحديث لدي حادثت عين يعني ما بيجوز أن يقاس عليه فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره هذا من قوام ومن أساس الرسالة أن يكون الإنسان على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقيم الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الاستقامة دي سويل عنا أو بكر الصديق أو سأل عنا الصحابة ليبين لهم قالوا هم قوم استقاموا على طاعة الله قال لقد حملتموها على غير المحمل هم قوم استقاموا على لا إله إلا الله على التوحيد يعني زول عقيدة نظيفة لا عنده عقيدة في فلان أو فلان بيعلم الغيب أو بيصرف في الكون أو بجر الشمس أو بالدجنة أو بحي الأمواد عقيدة في الله وقال عمر بن الخطاب هم قوم استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب في زول بيقول لك الناس بيروغ يقول لك يا أخي الكلام ده ما تسمع لأنه لو سمعت الحجة بتقوم عليك يعني هو بيفتكر إنه لو ما سمعوا كده يوم الغيامة ها ما لك عملت كده لو سئل هيقول والله أنا ما جاء أنا من نذير كده أنت بتسمى معرض في ناس بيروغون وغان الثعالب لذلك يا أخواننا ربنا أمر بالاستقامة ربنا قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما تباري لك طريق ودي برضو مشكلة برضو يا أخواننا عندنا واحد تلقاه شاي الجماعة شاي الحزب شاي الطريق ما تتابع أي جماعة أي جماعة موجودة ما تباريها حرام ما بجزء لأنه ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأنا لا أفرق بين جماعة وجماعة ولا أنا منتمي إلى جماعة نهاية تبقى زول مستقيم على طاعة الله أنت مادام بالصلي وعقيدتك تمام ومؤدي واجباتك وفرائضك وتعمل بطاعة الله ما استطعت أنت أحسن إنسان في الناس يقول لك تبقى معانا ليه يا ودى الخالة يقول لك لأنه ربنا قال ولا تطرد الذين يدعون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طيب الجماعة الثانية ما بتقول ليه نفس الآية والذي نزلت فيك انت لما نزلت فوقي أها طيب أعرف فيك كيف واحد الثاني يجي يقول لك قال رسول الله هو الآيات الأدلة صحيحة لكن فهمهم لا غلط واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار واحد يقول لك إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يا زول حسنا شفت لك مرفعي اللافي في الجامعة دي ما في أخي قال لك لا مضغش أنا ساكن ما تكذب خليك زول عديل أي واحد يقول لك قل لنا كده كيف كعب أنا كده زول زول بصليء التمام وأي حاجة قال الرسول الله سلم ها على العين والرأس في مشكلة تاني يقول لك له ما مشكلة لكن خلاص لكن دي زي ما قال ابن عمر أدى واحد دليل قال لي لكن يا ابن عمر أرأيت قال أترى إلى ذاك الكوكب قال لي شاف الكوكب ذاك قال له نعم قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب جماعتك دي خدت هناك بر ما دارنا فرقت الناس ديال الشاكل وديال بتاء شغل بتاء صيبية ولعب ساكن تكون على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتنا صلى الله سبحانه وتعالى أي يغفر ذنوبنا مصلى الله سبحانه وتعالى أي يوفقنا ويسددنا مصلى الله سبحانه وتعالى أي يستعملنا في طعاته بارك الله فيكم جزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر